خلنا نروح للفارس الثالث وهو نادي بيراملز انا سألت الحقيقة في موضوع كابتن احمد فتح احمد فتح اسم عظيم يعني في كرة القدم المصرية اسم عظيم قولي لي بس هو امر احمد فتح بالضبط كم سنة يعني فسألت اعتقد ان هو تم التمانية وتلاتين اعتقد يعني وقصة الاستغناء ومش الاستغناء بس انا سألت في النادي الاهلي يعني اللي كان اهم ما تردد انه عايز يختم حياته في النادي الاهلي لانه الراجل لعب سنوات طويلة جدا وكان من العلامات الرائعة ولما خلص تعقده كان هو وصل الاتفاق مع النادي الاهلي وقام في الاخر قال لا وكان بيختم حياته يعني في نادي بيراملز تجربة احمد فتحي مع بيراملز لم تكن موفق يعني تلات سنوات ما حسناش باحمد يعني حسن عبدالله السعيد رمضان نص نص رمضان صبح نص نص احمد فتحي ربع ربع عبدالله السعيد ياخد الفول مارك الحياة او ياخد تسعة من عشرة او اكتر من كده او اقل من كده نص درجة او لحاجة يعني اه يعني احمد فتحي بعد تلات يام يتم تمانية وتلاتين سنة يعني هيمشي في التسعة وتلاتين هذا الموسم يعني فتجربة بقولك الشريف اكرامي البداية كانت كويسة جدا جدا والسنة الاخيرة يمكن هي اللي فيها شوية لكنه عمل رقم قياسي افريقي في عدد المباريات لعب مئة وعشرة مباراة حطمت كل الارقام القياسية لحراس المرمى في المباريات الافريقية وهذا يكفي وبعدين بيخترب كمان برضو اكدولي على عمر شريف بيخترب من الاربعين فبينهي حياته في سن الاربعين وده امر رائع بالنسبة لشريف مفيش مشاكل يعني قصة احمد فتحي في بيراميز الحياة الناس قالوا كل الاخبار اللي بتتداول عن انه في استغناء عن احمد فتحي وعدم تجديد تعقوده شريف تسعة وتلاتين يعني هيبدأ يمشي في الاربعين يعني قالوا انه النادي ما اصدرش اي قرار بعد بخصوص احمد فتحي ما تمش منقشة اي ملف تعلق بتجديد تعقودات اللاعبين اللي اختربتنا طبعا اهموم زي ما بقولك احمد فتحي وشريف اكرامي يعني فخلاص هو الكلام يعني كان طبعا الكلام لأ احنا متمسكين خلاص دلوقتي ما تناقشناش ما تكلبناش فخلاص وفتحي ما بيلعبش يعني طيب ماذا عن انه فتحي عايز يختم حياته في النادي الاهلي بالتأكيد هو يتمنى بالتأكيد هو يتمنى وبالتأكيد النادي الاهلي مش موافق بالتأكيد النادي الاهلي مش موافق طب ده معنا ان انت مش هتشوف احمد فتحي في الاهلي مستقبلا وارد جدا وارد تلاقيف جهاز فني وارد تلاقيق في اي حاجة يعني ما فيش موقف من احمد فتحي في النادي الاهلي لانه كان انهى تعاقده ومشي عادي جدا اه كان وسطه الاتفاق وبعدين هو قال لا لا في مبلغ كويس وكبير هيأمل له مستقبله اخر فترة في حياته ما كانش فيه مشكلة يا المشكلة لا كان فيه مشكلة مع شريف ولا مع فاتح هيكت المشكلة مع رمضان بس رمضان صبح يعني والزمن بيدوب كل الازمات والمشاكل يعني الكلام ده بيزعل بعض الاهلوية المتشددين لكن انا بتكلم كلام انا عارفه بحكم وجودي في الملاعب لسنوات طويلة يعني فلا توجد نية لدى اي مسؤول في النادي الاهلي انه احمد فاتح يختتم حياته كلاعب داخل النادي الاهلي لكنه مرحب بيه كعدو كلاعب بيجي يلعب مع المعتزلين يا فرقة الشمس يعني مرحب بيه جدا داخل النادي الاهلي بالمناسبة حسام حسن وبرهيم حسن لحد الاسبوع قبل اللي فات كانوا موجودين في النادي بيروح يلعبوا كورة وتمام التمام وما فيش مشاكل وعلى الرحب والساعة لكنه من الاسبوعين كده حصل مشكلة كبيرة جدا ما بين حسام وبين بعضا من زملائه القدامى يعني وحصل يعني شوية حاجات مش لطيفة لدعا لذكرها وبعدها حسام بطل يروح النادي لكن كان بيروح النادي وبيلعب وبيدخل قط اللبس والناس بتقابلوا بكل الترحاب اللي في الدنيا هذه كل قصة احمد فاتحي مع النادي الاهلي يعني ومع النادي برامز وانا بأكد لك انه هذا الموسم والاخير لشريف اكرامي واحمد فاتحي مع النادي برامز وانه لا توجد نية على الاطلاق انه فاتحي يختتم حياته في النادي الاهلي كلاعب بكرة بقى في ايه بعد كده كاداري كمسؤول كمدرب الله سبحانه وتعالى اعلم